شريف شعبان المتواجد حالياً في مقر النادي الاهلي بالجزيرة عشان نسأله على المرحلة الجاية اللي هتكون بدايتها مباراة الاسماعيلي أجواء وأصداء مباراة الأمس ولو فيه أي تفاصيل أخرى بالتأكيد عن عرفها من شريف مساء الفول يا شريف بساء الخير زميل محمد تحادي ليك وتحادي لكل مشاهدي القناة الاهلي في كل مكان مليوم أبروك يا محمد مليوم أبروك لكل جماهيرنا الحمد لله إنجازنا بعد وإنجاز الاهلي بيوصل للنهائي المرة الخمسة على التوالي نمسك الخشب بإذن الله رب بإذن الله يكون اللقب من نصيب النادي الأهلي طيب أنت في قلب الحدث وأكيد يكون عندك تفاصيل بقى بخصوص الاستعدادات للمباراة اللي جاية النهاردة استيناف للتدريبات بكرة راحة سلبية الجديدة عندك بالتأكيد من مراني الأهلي اللي هينطلق الساعة كان برضو لو عندك توقيت رسمي خلاص الجهاز استقرنا يبدأ المراني الساعة كان خليني الأول أشهيد بملعب التيتش اللي من خلفي ما شاء الله محمد حاجة محترمة جدا حاجة يعني والأربع والأجمل يمكن في أبها صور لي وشايف كمان بعض يعني الشغل الجامد جدا في ملعب التيتش من خلفي يمكن في توضبات كتيرة جدا في ملعب التيتش عشان يظهر في أبها صورة لي التمرين هيكون في السادسة مساء يمكن مستى القرر النهاردة فاجئنا أنها ممكن يعمل تأسيمة ما بين الناس اللي ملعبتش وبعض قطاع الناشئين فكمان قليل هيكون في مباراة تأسيمة كده أو ميني ماتش صغير علشان خاطر يرفع الحمل للناس اللي لا بتشاركش فيه الفترات الأخيرة وده في علم التدريب طبعا صح جدا عشان خاطر يوصل بالحمل يبقى كله الأحمال كلها واحد عشان خاطر المباريات اللي جاية زي ما أنت تفضلت وقلت ضغط المباريات الفترة الجاية جامدة جدا إذا كان الإسماعيلي أو الجونة أو الاتحاد أو بلدية المحلة امبارح خلصة الأفراح امبارح تعليمات الكابتن خالد بيبو مدير الكورة بن نادي الآلي خلاص نقفل الصفحة نركز فيه مشوار المحلي مباراة الإسماعيلي مباراة قوية جدا عندهم جهاز فني ولا أروع ولا أجمل عندهم فرقة محترمة جدا مثل الكورة حذر من فريق الإسماعيلي حذر من الإفراط فيه الأفراح ومشاء الله العب نادي الآلي واغدين على هذا المنوال طبعا فخلاص قفلوا صفحة مباراة مازينبي وتركيز فقط فيه المشوار المحلي مباراة الإسماعيلي هتكون يوم الأربع بإذن الله في برج العرب طبعا زي ما قلت النهاردة أو زي ما قلت لك النهاردة فيه أشبه بمباراة ودية بكرة راحة يوم الاتنين والثلاث هيكون فيه تمرين فيه السادسة وهيسافر الفرقة طبعا فيه معسكر فيه الإسكندرية وأحد الفندق القريبة من ملعب برج العرب نتمنى بإذن الله رب التوفيق للنادي الآلي وبإذن الله يكون ثلاث نقاط يضافوا إلى رصيد النادي الآلي موقف الإصابات مبارح ممكن من يتكلم زميلي محمد بعض المسي مبارح بتتكلم على عبد المنعم بعض بتتكلم على وسام كلها كدمات وكلها حاجات خفيفة لسه التصريحات الرسمية من الدكتور جابالة رئيس الجهاز الطب في نادي الآلي ولكن يعني من سؤالي ومن الشواد الأولى كلها حاجات خفيفة بإذن الله فبإذن الله الأوراق كلها متاحة لمستر كولر كل الإصابات الحمد لله بتتكلم في حسين الشحات وعم عشور وقالي وديانج ومروان اللي النهاردة هيشارك طبعا بإذن الله ويأسر إبراهيم النهاردة أيضا اللي هيشارك النهاردة في جزء من المران والشناوي فالحمد لله الحمد لله الحمد لله يمكن القائمة بدأت تكتمل عند المدير الفني وبإذن الله يقدر ينقي الحداشر لعب اللي ممكن يلعب بيوم ماتشي الإسماعيلي تولي المباريات دخط المباريات الكل هيشارك الكل هياخد فرصة والدليل على كلامي عبدالقادر عبدالقادر ما كانش بيشارك لفترات بدأ الراجل اعتمد عليه الراجل بيعمل روتيشن واللي بيمسك في الفرصة بيكمل فيه أو بيكمل في فكر الراجل فبإذن الله يكون اللي جاي كله انتصارات للنادي الأهلي بإذن الله الزامن العزيز شريف شعبان بشكرك بالتأكيد على هذه الإطلالة وهذه التفاصيل الهمة من ملعب مختار التدشي بالجزيرة على طول يعني الفريق خلص ماتشي مباريح النهاردة استينافل التدريبات تسعدها لمواجهة الإسماعيلي اللي أربع اللي جاي لسه عندك أوليس وتفاصيل إطلالة على ماتش الفاينال من بدري هنتكلم عليه لأنه عندنا معلومات مهمة النهاردة بالتأكيد على فريق الترجل تنسي ولكن كل ده بعد الفصل